بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزيزان المشاهدين إن شاء الله تكونوا بخير يا رب وبسعادة الحلقة بتاعتنا النهاردة هتتكلم عن المولد أو الجنريتور تمام فهنخش هحاول باختصار برضو عشان ما طولش عليكم إزاي لو أنت عايز تركب مولد أو جنريتور زي ما احنا شايفين في الصورة تمام إزاي تختارها أو إيه هي الأمور الضرية اللي أنت لازم تكون عارفها وإنت بتختار الجنريتور أتمنى تدعمونا بالشرف في القناة تفعيل الجرس عشان نصلكم حلقاتنا طيب أول حاجة في حوار الجنريتور الاستطاعة اللي هو الواط بتاعه أو الفولت أمبير لازم تكون حاسب تماما الأحمال بتاعتك اللي أنت على أساسها جبت المولد بتاعك بعد كده التردد اللي هو بالهرتز طبعا عادة ده بيكون من خمسين إلى ستين هرتز طبعا لازم تاخد بالك جدا من عامل الحماية طبعا بيكون على حسب المكان اللي أنت هتحط فيه المولد بحيث ما يدخلوش مية ما يدخلوش غبار يعني يكون مكان محمي ما فيهوش أي مشاكل طبعا قدرة المولد على إخراج كام كيلو واط طبعا دي بتختلف على حسب نوع الدافع اللي أنت هتشتري بيه المولد سواء هتركب هيشتغل شغل مخيفات هيشغل وحدات إنارة هيشغل مثلا مضخة حريق وما إلى ذلك طبعا حاول دايما تعرف البلد المصنعة ليه والخمات المصنوعة منها المولد تمام إذا كان مثلا المواد اللي مستخدمة منه نحاس أو ألمونيوم وما إلى ذلك طبعا لازم برضو تعرف المولد ده الوقود اللي استخدم فيه هل هو ديزل هل هو بنزين وبرضو لازم تكون عارف ودي أهم حاجة عدد ساعات العمل القصوى اللي ممكن المولد يفضل شغال فيه ما تروحش تجيب لي مولد عدد ساعات بتاعته قليلة وانت عارف اللي مثلا شغال في فندق ولا شغال في مكان بيقطع فيه الكهرباء بصفة دايما طبعا اختيار زي ما قلنا المركة عشان برضو تتأكد القطع الغيار بتاعته متوفرة ودي أهم نقطة طبعا لازم يكون المولد فيه شاشة عرض بيانات بحيث لو فيه عطل في المولد ويكون مزود بالATS تمام فلازم تتأكد موجود الشاشة دية عشان لو أي عطل فيه بيبان عندك فيه اللوحة دي وبالتالي ما تتعبش انك تصينه فأنا اديتكم زي ما بقولوا كده بعض الأشياء ضرية وانت فكرت تشتري مولد خاص بالمشروع بتاعك أو بالسكن بتاعك فإن شاء الله تكون عجبتكم تكون واضحة تكون بسيطة إن شاء الله تكونوا استفدتم منها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر